توجه وزير الخارجية سمح شكري إلى لوكسنبورغ لعقد الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ أن وزير الخارجية سمح شكري سيكتمع أيضا بمجموعة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي وذلك للتشاور حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها موضوعات المناخ وفي ضوء استضافة مصر ورئاستها للدورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ كما سيعقد سمح شكري عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية الأوروبيين على هامش الاجتماع وستشمل الزيارة أيضا شقا ثنائيا لتعزيز العلاقات بين مصر و لوكسنبورغ